في فيديو جديد من فيديوهات شرح كتاب قواعد البيانات في هذا الفيديو بإذن الله والذي يعتبر تكملة للفيديو السابق لازلنا نشرح أو نقوم بتغضيح مفهوم أو مصطلح النورموليزيشن في قواعد البيانات أو ما يسمى بي التطبيع وهذا الفيديو بإذن الله مخصص لمناقشة كيفية تطبيق الشكل السوي الثاني من أشكال النورموليزيشن إذن في الفيديو السابق قمنا بمناقشة كيفية أو أليت تطبيق الشكل الأول وفي هذا الشكل بإذن الله سوف نتطرق إلى الشكل السوي الثاني نبدأ على بركة الله التركيز في مرحلة الشكل السوي الثاني يكون على الجداول التي مفاتيحها الأساسية مركبة فقط بمعنى إذا كان لدينا مجموعة تتكون من خمسة جداول هذه الجداول يوجد بها جدولان اثنان فقط هما مفاتيحهمها الأساسية مركبة إذن يكون التركيز على هذان الجدولان فقط بينما الثلاثة المتبقية والتي مفاتيحها الأساسية عبارة عن حقول واحدة لست مركبة يتم اعتبارها تلقائيا في الشكل السوي الثاني بمعنى آخر أن كل الجداول التي لديها مفتاح أساسي بمعنى غير مركب والمقصود بغير مركب أو بالتفكير بكلمة غير مركب وهي تعني أن المفتاح الأساسي حق الواحد ولا يتكون من حقلين أو أكثر بعد ذلك عندما نقوم بالتركيز أو بتحديد الجداول التي مفاتيحها الأساسية مركبة نقوم باختبار الاعتمادية أو الديبندنسي بين الحقول الموجودة في الجدول وبين المفتاح الأساسي المركب ككل مهم جدا التركيز على كلمة ماذا ككل وليس جزء من المفتاح لأن المفتاح الأساسي مركب يتكون من حقلين أو ثلاثة والحقول الموجودة في الجدول بجانب المفتاح الأساسي يجب أن تعتمد على المفتاح الأساسي المركب بكامل وليس على جزء فقط من المفتاح دعونا نقوم بتوضيح هذا الكلام باستخدام مثال عملي لدينا هنا ثلاثة جداول لدينا جدول الأقسام وتربطه علاقة وان تو ميني مع جدول الطالب ولدينا جدول الطالب تربطه علاقة وان تو ميني مع جدول آخر وليسمى جدول الدرجات على سبيل المثال هذا الجدول يتكون من مفتاح أساسي مركب عفوا مفتاح أساسي وحيد من حقل واحد وهذا الجدول أيضا يتكون من مفتاح أو مفتاحه الأساسي هو عبارة على حقل واحد بينما هذا الجدول يتكون من ماذا مفتاحه الأساسي مركب من حقلين هما رقم الطالب ورقم المادة إذن في هذه الحالة يتم بشكل تلقائي اعتبار أن هذا الجدول الموجود أمامنا الآن يتم اعتباره تلقائيا أنه ماذا أنه في الشكل السوي الثاني أيضا نفس الحالة تنطبق على ماذا على الجدول الضالب يتم اعتباره بشكل تلقائي في الشكل السوي الثاني لماذا لأن مفتاحه الأساسي يتكون من ماذا من حقل واحد يعني ليس مركب إذن التركيز يكون على ماذا يكون على هذا الجدول الذي يتكون مفتاحه الأساسي من ماذا من حقلي إذن هذا مفتاح أساسي مركب ما سنقوم به الآن هو اختبار اعتمادية بقية الحقول على المفتاح الأساسي ككل بمعنى أن نختبر اسم المادة على رقم الطالب وعلى رقم المادة فإذا وجدنا اعتمادية فرعية بمعنى أنه يمكن الوصول إلى اسم المادة عن طريق أحد أجزاء هذه المفتاح إذن في هذه الحالة تصبح اعتمادية فرعية فنحن الشرط الأساسي هنا أن كافة الحقول التي سوف تكون هنا في هذه الجدول يجب أن تعتمد ماذا اعتمادية كلية على المفتاح بأكمله وليس جزء من المفتاح دعونا الآن نقوم بتحليل هذا الجدول هذا الجدول يتكون كما قلنا منذ قليل المفتاح الأساسي الخاص به من حقلين هما رقم الطالب ورقم المادة دعونا نقوم باختبار الحقل الأول وهو اسم المادة اسم المادة هنا هل يمكن الوصول هل يعتمد بشكل كلي أو يمكن الوصول إليه بشكل كلي عن طريق رقم الطالب ورقم المادة دعونا نقوم باختبار بسيط لدينا هنا إحصاء واحد الكود الخاص بها أو الرقم الخاص بها هو ماذا هو A1 عند إدخال الـ A1 أو عند البحث على البيانات المادة والتي هي إحصاء واحد بالإمكان الوصول إليها عن طريق رقم المادة والذي هو A1 ولسنا بحاجة في هذه الحالة إلى كود المادة مع كود الطالب يعني أننا لسنا بحاجة إلى رقم الطالب مع رقم المادة للحصول على بيانات تتعلق بالمادة إذن يمكن الوصول بشكل مباشر عن طريق ماذا؟ عن طريق رقم المادة إذن هذه تعتبر ماذا؟ اعتمادية فرعية هذه اعتمادية فرعية وتعني أن هذا الحقل مكانه يجب أن يكون في جدول آخر أو يجب أن يخرج من هذا الجدول إذن في هذه الحالة لدينا اعتمادية فرعية بين اسم المادة ورقم المادة هذا الحقل هو اسم المادة لا ينبغي أن يكون في هذه الجدول دعونا الآن نقوم بفحص الاعتمادية بالنسبة للحقل الآخر واللي يسمى هنا بأجزء أو درجات أجزءية للمادة إذا أرد الوصول إلى القيمة 33 الموجودة أمامنا الآن فهذه القيمة هي تمثل ماذا؟ تمثل درجة الطالب في مادة معينة إذن تمثل ماذا؟ تمثل شيء أي معينين؟ تمثل ترمز إلى المادة إحصاء واحد وأيضا متعلقة ليس فقط بالإحصاء واحد ومتعلقة أيضا بالطالب الفلاني أو بالطالب صاحب الرقم الفلاني إذن فهذا الحقل هو الجزء يعتمد ماذا؟ اعتمادية كلية على رقم المادة ورقم الطالب إذن فهذا الحقل يعتمد ماذا؟ اعتمادية كلية إذن هو في المكان الصحيح ولا ينبغي نقله إلى جدوى الآخر كذلك هو الحال لو قمنا بالتركيز على الحقل الآخر والمسمى بي النهائي ينطبق عليه نفس القواعد أو نفس الشرح الذي قمنا بتوضيحه الآن حيث أن رقم خمسون هنا إذا أردنا الوصول إلى رقم خمسون الموجود أمامنا الآن فينبغي علينا أن نعرف رقم المادة أو كود المادة إضافة إلى ماذا؟ إلى رقم الطالب إذن كلا رقم الطالب ورقم المادة سوف يقوداننا إلى ماذا؟ إلى رقم خمسون كذلك نفس الحال لبقية الطالب الطالب رقم مئة وعشرون ودرجته في وكود المادة في المادة رقم بي فور أو بي أربعة درجته في الجزء أربعون ودرجته ماذا؟ في النهائي واحد وثلاثون إذن نحن بحاجة إلى رقم المادة ورقم الطالب لمعرفة ماذا الدرجة أو للوصول إلى الدرجة بشكل نهائي دعونا الآن نقوم باختبار ماذا؟ رقم الأستاذ هل نحن بحاجة عند إدخال رقم الطالب هل نستطيع الوصول إلى أستاذ معين؟ هل هناك اعتمادية مباشرة هل يجب علينا أن ندخل رقم الطالب ورقم المادة لكي نتحصل على رقم الأستاذ أو بالإمكان الحصول على بيانات الأستاذ من ماذا؟ من رقم المادة فقط حيث عند إدخال رقم المادة سوف يظهر لنا بيانات المادة كاسمها وكرقم الأستاذ وكأيضا نفس الحال ينطبق على ماذا؟ ينطبق على اسم الأستاذ إذن فرقم الأستاذ واسم الأستاذ لا تربطهمها علاقة مباشرة بالطالب ولكن علاقتهم ترتبط بشكل أكبر بالمادة إذن توجد هناك اعتمادية فارعية أو اعتمادية جزئية ما بين رقم الأستاذ ورقم المادة وأسم الأستاذ على رقم المادة وليس على المفتاح ككل الذي يمثل رقم الطالب ورقم المادة إذن الناتج من عملية تحليل مفهوم الـ Functional Dependency أو الاعتمادية المظيفية على المفتاح الأساسي نتج إلينا التالي هو بقاء حقلان إثنان فقط هما الجزء والنهاي بقاءهما في هذا الجدول مع المفتاح ماذا الأساسي الموجود لدينا هنا ماذا سينتج لدينا ينتج علينا جدول جديد سوف نقوم بنقل الحقول الأخرى التي لا تعتمد اعتماد كله على المفتاح الأساسي إلى جدول آخر إذن الحقول التي سوف تخرج إلى جدول جديد هي ماذا هي اسم المادة ورقم الأستاذ كما هو موضح الآن وأيضا ماذا اسم الأستاذ إذن هذه الحقول الثلاثة سوف تنتقل إلى جدول جديد يسمى هنا بالإمكان تسميته ماذا جدول المادة ووضع رقم المادة هنا هو المفتاح الأساسي الخاص بهذا الجدول وتكون العلاقة وان تو ميني ما بين هذا الجدول الذي يسمى بجدول المادة ويسمى هذا الجدول بجدول ماذا جدول الدرجات إذن الشكل النهائي للجداول يكون كالتالي لدينا سوف ينتج لدينا ماذا عدد أربع جداول الجدول الأول يكون جدول الأقسام لم نقوم بعملية تغيير أو تعديل على هذا الجدول لأنه المفتاح الأساسي عادي أو single ليس مركب وجدول الثاني هو جدول الطالب والتعديل كان هنا في نتاج جدولين جديدين هما ماذا أصبح الذين جدول الدرجة والذي يتكون من الجزء والنهائي وهما الحقلان الذين يعتمدان اعتماد كله على المفتاح الأساسي المركب المكون من ماذا من رقم الطالب ورقم المادة إضافة إلى جدول الأخير والذي يمكن اعتباره أنه هو ماذا جدول المواد والذي فيه رقم المادة وأسم المادة إضافة إلى رقم الأستاذ واسم الأستاذ هناك البعض يمكن أن يتساءل أن رقم الأستاذ واسم الأستاذ ينبغي أن نقلهما إلى جدول آخر دعونا لا نستبقى الأحداث ونحن الآن نتحدث عن ماذا عن الشكل السويث الثاني في الشكل السويث الثالث بإذن الله سوف يكون هناك اختبار للـ or the pd في أجزاء أخرى من الجدول إذن في الشكل السويث الثاني قمنا باختبار ماذا اختبار الاعتمادية بين الحقول الموجودة في الجدول وبين المفتاح الأساسي المركب فقط في الشكل السوي الثالث سوف يكون هناك موضوع آخر بإذن الله إذن كان هذا شرح توضيحي لكيفية تطبيق مفهوم الشكل السوي الثاني في قواعد البيانات أو على جداوى قواعد البيانات نلتقى بكم في فيديو جديد بإذن الله دمتم في رعاية الله